موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أخوتي وأحباب وأصدقائي 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 مشاهدي ومتابعي قناتكم قناة أخوكم إيهاب الطوخي أهلا بكم في فيديو جديد اتكلمت من حوالي شهر مع حضراتكم زي ناس كتير في جريمة الإسماعيلية أو متباحة الإسماعيلية واللي ارتكبها شخص يقول لعبد الرحمن بحق شخص آخر يدعى أحمد صديق قام بذبحه في وضح النهار وفي شارع رئيسي وأمام يعني أعيوا الناس على مرأة أو مسمع منهم وفي عدد كبير جدا من المواطنين قام بتصوير الواقعة يعني بكامل تفاصيلها بالإضافة إلى كاميرات المراقبة اللي كانت موجودة في المكان تقاموا بتصوير الواقعة من الألف إلى الياء يعني الجريمة بكافة تفاصيلها تم تصويرها وطبعا ده كان شيء عجيب وغريب جدا إنه ما فيش حد تدخل لمنع هذه الجريمة إلا شخص واحد اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو الشخص اللي كان راكب العجلة وراح حاول أنه هو يحجز عليه ولكن طبعا شخص واحد ما كانش يقدر أنه يعمل حاجة وكان المتهم أصلا كان يعني قد أجهز على الضحية الجهاز كامل طبعا اتكلمنا فيه الموضوع ده باستفادة وأنا قدمت لحضراتكم فيديو فيما يخص هذه الواقعة هسيب لحضراتكم الرابط بتاعه فيه صندوق الوصف وناس كتير جدا طبعا تناولت هذا الموضوع لأنه طبعا ده كانت جريمة بشعة تحمل في طياتها كل معاني البشعة والإجرام يعني حاجة غير مسبوقة أن واحد يرتكم جريمة بهذه البشعة في وضح النهار ويعني فصل الرأس عن الجسد ويمشي بالرأس والكلام ده كله طبعا تفاصيل الجريمة يا جماعة فعلا كانت تفاصيل بشعة وغير مسبوقة يعني فيه جرائم قتل كتير بتحصل كل يوم ولكن بهذه التفاصيل البشعة يعني ما حصلتش قبل كم المهم طبعا يعني كان فيه يعني حديث وحوارات كتير تمت فيه هذا الموضوع السوشال ميديا تناولة الموضوع الإعلام الحكومي والخاص تناول الموضوع وتم إجراء لقاءات كتيرة مع أهل المجني عليه وتكلموا حول علاقتهم به الجاني وطبيعة علاقتهم به وهل كان فيه خلافات والكلام ده كله عشان يقدروا أنهم يوصلوا يعني الجزء من الحقيقة وليه هو ارتكب الجريمة بهذه التفاصيل البشعة المهم الجريمة خلت المنحنة بتاعها زي الترند يعني طلعت ترند وبعد كده نزلت تاني خلاص وخلاص ما عادش حد بيتكلم فيها ولكن هي ظهرت على السطح مرة تانية أو طفت إلى السطح مرة تانية وخاصة بعد جلسة المحاكمة الأخيرة اللي هي كانت تقريبا مبارح بالأمس يعني أحكام الجنات الإسماعيلية أصدرت يعني قرارها بتأجيل القضية إلى جلسة يوم 9 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم طبعا هي المحاكمة بخلت شؤال طويل لأن زي ما قلت الجريمة أصلا حرصت من شهر وطبعا كان فيه تحقيقات للنيابة العامة وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنات الإسماعيلية وجلسة ودي جلسة تانية وصدرت المحكمة حكمها اللي أنا قلت والحركوا بتأجيل القضية إلى جلسة 9 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم لغاية كده عادي جدا ولغاية كده دي إجراءات محاكمة عادية وحصلت يعني وتحصل كل يوم ولكن اللي أنا عمل للفيديو ده عشانه هو أمر يعني في منطقة الخطورة وهي اعترافات المجرم أو السفاح أو القاتل أو المتهم أيما كان اسمه عبد الرحمن في النيابة العامة الاعترافات الأدلة بها أمام النيابة العامة اعترافات كان فيها شق في منطقة الخطورة وشق يعني بيحمل في طياته يعني جانب كبير ممكن أن يحدث لغط يعني ممكن أن يحدث لغط مجتمعي يعني الناس لما تعرف الكلام اللي قاله عبد الرحمن يحدث لغط كبير جدا عبد الرحمن قال كلام في منطقة الخطورة في النيابة في التحقيقات هعرضوا للحرارة كلوقتي أنا هقول لكم النص التحقيقات سين وجيم وهنشوف إيه هو الجزء الخطير جدا 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 اللي قادل به عبد الرحمن أو اللي قاله عبد الرحمن في تحقيقات النيابة العامة تمكن الأهالي من القبض على عبد الرحمن أو صفحة الإسماعيلية واختياده إلى النيابة للتحقيق معاه مثل أمام النيابة العامة وسألوه مجموعة أسئلة تلخصت في القاتل أول سؤال ما تفصيلات إقرارك بجريمة الإسماعيلية سؤال وإيجابة هو رد على هذا السؤال وقال اللي حصل إن كنت ماشي فيه شارع البحيري ولقيت أحمد محمد صديق معدي بالتروسيكل بتاعه ودخل به على شارع تنطة وبعدين هو شافني وبعدها وقف بالتروسيكل بتاعه أمام المطعم اللي على أول شارع تنطة فأنا روحت له عشان أسأله على مكوة شعر كنت من دهاله عشان يصلحها وأول ما سلمت عليه لقيته مديني ورقة فيها رقم تليفون طلب مني أسجل الرقم ده على تليفونه عشان هو نظره ضعيف وبعدها سألته عن مكوة الشعر أو مكوة الشعر اللي هو الدهاله قال لي إنها في المحل بتاعه وبعد كده طلب مني إني أروح له ده كلام عبد الرحمن بيحكي عن الحوار اللي ضرب بينه وبين المجني عليه بعد كده طلب مني إني أروح له المحل وأستلمها منه هناك بس اشترت إني أمارس معاه الفجور زي ما كنا بنعمل قبل كده فأنا قلت له هشوف الدنيا وأكلمك ده اللي اعتراف الصدم يا جماعة لأنا بقول له حضراتكو عليه وقال لي بعدها لو ما جت ليش وعملت كده معايا هفضحك فساعتها الدم غلي في عروقي وروحت مطلع سكينة من جنب الشمال ومسكتها بإيدي اليمين وقفت وراه ودبحته من رأبته وروحت ضربته بنفس السكينة كذا ضربة في صدره وبطنه ورجله على رأسه وبعدها أحمد بعد عني وراح ناحية تقاطع الشارع البحيري ممكن ده ظهر فيه كابلات المرابع لما جري يعني بعد ما تلقى مجموعة من الطعنات يعني وشارع تقاطع الشارع البحيري وشارع تنت رحت مطلع سكينة كبيرة من جنب اليمين وروحت ناحيته وكملت عليه بالسكينة الكبيرة وقعدت أضربه بيها كذا ضربة على رأسه وجسمه وكتافه ده كلام عبد الرحمن لغاية ما وقع على الأرض وفضلت برضو مكمل بالسكينة الكبيرة على رأسه وجسمه ورقابته وكان فيه واحد راكب عجلة عمال بيحجز أو يعني بيحجز عليه يعني وبيقول لي خلاص وأنا مركزتش معاه وفضلت أكمل ضربة في أحمد وبعدها رحت مسكت السكينة الصغيرة وفصلت بيها رأسه وعن جسمه وأخدت رأسه ومشيت بيها في شارع تنت ده الكلام اللي قال عبد الرحمن وطبعا زي ما احنا قلنا أنه هو قال كلام في منطقة الخطورة عن علاقة يعني غير يعني غير سوية بينه وبين المجن عليه وقال وكان معايا شنطة هاندي باك سودا وكيس بلاستيك اسود حطيت الراس جوه الكيس البلاستيك الاسود وكملت ماشي فيه شارع تنت وطلعت المسدس اللي كان معايا عشان أخوف به الناس ومحدش يقرب مني وانا ماشي كانت الناس مش هو رأيه وده كان ظاهر فيه كاميرات المرأبة برضا وبعدها لقيت واحد أعرفه اسمه محمود أحمد راجل كبير رحت ضربه بالسكينة الكبيرة على رأسه من وراء ضربة تانية يعني هوشته بيها وبعدها الناس هاجت علي رحت جاري عشان أهرب منهم فضلوا يرموا علي طوب لغاية لما مسكوني ونزلوا فيها ضرب والحكومة جت وأبضت علي سؤال النيابة سين ما طبيعة عملك على وجه التحديد النيابة سألته هذا السؤال قال أنا بشتغل سماك في سوق برسعيب بالاسم علي وبشتغل كمان في بيع الأجهزة القهربائية ده رد عبد الرحمن سين منذ متى وقد تعرفت على المجن عليه ده سؤال النيابة العامة طبعا النظام هيبقى سين وجيمة جمعة قال عبد الرحمن أن أنا تعرفت عليه من حوالي 15 سنة من 15 سنة وما طبيعة حالتك المادية ده سؤال النيابة العامة قال أنا حالتي المادية على قدي وبشتغل باليومية وشغلانة السماك باخد فيها 120 جنيه يعني هو بياخد 120 جنيه في شغلة السماك ووضعه المادي يعني متردي إلى حد ما السؤال النيابة العامة ما طبيعة علاقتك بالمجني عليه هو قال رد وقال أحمد صحبي وأعرفه من زمان ونيابة العامة سألته سؤال تاني يعني أقبت على هذا الرد وقالت له كيف نشأت تلك العلاقة فيما بينكم العلاقة دي حصل بينكم ازاي هو قال بقى رد عبد الرحمن أو المتهم عبد الرحمن وقال قابلت أحمد أول مرة لما كان شغال فراش في المدرسة اللي أنا كنت بدرس فيها النيابة قالت له سؤال تاني وما طبيعة عمل المجني عليه بهذه المدرسة قال كان بيشتغل فراش في المدرسة وكان بيبيع بسكوت وشبسي وحاجات من هذا القبيل يعني حاجات اللي هي الخاصة بيه كانت تيم بتاع المدرسة النيابة سألته سؤال آخر وبأي المراحل الدراسية كنت فيها حال تعرفك عليه قال ساعتها كنت فيه خمسة ابتلاقي تقريبا لأن طبعا وفرق السن بينهم يعني كبير يعني المجني عليه كان تقريبا تجاوز الخمسين وعبد الرحمن يعني في الوقت الراهن عن 29 سنة النيابة سأل السؤال للنيابة العامة وما الفترة الزمنية التي قمت فيها والمجني عليه به وممارسة الفجور وهي دي نقطة بقى المهمة يا جماعة قال حوالي ست سنين تقريبا وأنا في المدرسة يعني هو عبد الرحمن قال اللي احنا بنمارس هذا الفعل الشاز والحقير من حوالي ست سنين لما كنت في المدرسة عادت ست سنين يوم وإيه اللي حصل بعد تلقى الفترة بعد ست سنين دول عملت إيه أنا بعدها عبد الرحمن قال أنا بعدها سبت المدرسة وأنا فيه تلت عددي وابتليت أشتغل سماك النيابة وهل كانت علاقتك بالمجني عليه لتزال قائمة أصدوم على العلاقة علاقة اللواطن اللي بينهم على حد كلام أو اعترافات عبد الرحمن قال أيوة أنا كنت عارف إن أحمد عنده ورشة وتصليح لجهزة كهربية في العمارة اللي ساكن فيها في الدور الأرض النيابة هل ما رصت تلك الأفعال معه وعقب تركك المدرسة عبد الرحمن رده وقال أيوة أنا كنت بروح له الورشة بتاعته يعني النيابة بتأكد على هل العلاقة كانت لذلك قائمة العلاقة اللي هي علاقة اللواط دي كانت لذلك موجودة بينهم ولأ ده يا جماعة أنا بتمشى حد بحاجة ولكن ده نص كلام أو اعترافات عبد الرحمن في النيابة أمام النيابة وبأي الأسمنة تحديدا كنت تقوم موارسة تلك الأفعال معه ده سؤال النيابة لعبد الرحمن قال أنا كنت بعمل كده معاه حوالي 6 مرات في السنة يعني هو حتى حسابهم 6 مرات ما شاء الله يعني وساعات كنت بروح له في الأعياد بيكون فاتح ورشته وبنعمل كده وساعات كنت بروح له بالليل في الأيام العادية بعد الساعة 8 مساء النيابة وضح لنا آخر مرة قمت فيها بممارسة تلك الأفعال معه قال آخر مرة كانت فيه شتاء 2020 النيابة هلا شباب بينك وبين المجني عليه ثمت خلافات سابقة كان فيه مشاكل بينك وبين بعضه قبل كده قال لا مفيش أي خلافات ما بينه وبينه قبل كده طبعا كلام يعني صادم جدا يعني كلام صادم واعترافات انصحت انصحت الله أعلم برضو قبول الحقيقة ولا بيكذب ولكن ده نص اعترافاته في النيابة واللي تم إحالته للمحاكمة بناء العليم طبعا زي ما أنا قلت لحضراتكم ان المحكمة يعني تم إحالة عبد الرحمن إلى المحكمة والمحكمة أصدرت حكمها بالأمس بحجز القضية للحكم إلى جلسة يوم 9 ديسمبر الجاري طبعا سمعنا مع بعض أقوال عبد الرحمن في النيابة وتم إحالته المحكمة بناء على هذه الأقوال يعني هو أدلب هذه الأقوال في النيابة في أثناء التحقيق معاه وتم إحالته المحكمة وزي ما قلت لحركه في الشقة أو جزء اللي فات من الفيديو ان المحكمة أصدرت حكمها بتأجيل القضية أو تأجيل المحكمة إلى جلسة 9 ديسمبر لنضخم الحكم وطبعا الكلام اللي قاله عبد الرحمن فيه النيابة كلام زي ما سمعنا يعني كلام في منطقة الخطورة كلام حساس جدا كلام يعني يمس يعني السمعة والشرف بشكل مباشر يعني أنه هو كان فيه علاقة غير شرعية غير شرعية ده على حد كلامه هو على حد كلامه هو بينه وبين المجني عليه واستمرت لسنوات طويلة بدأت منذ أكان صغيرا في المدرسة واستمرت هذه العلاقة وإن المتهم ده وفقا لكلام عبد الرحمن أو المتهم عبد الرحمن أنه هو أتله نظرا لأن المتهم طلب منه أنه هو يروح له لممارسة هذه العلاقة مرة تانية وإنه لو مرحش هيفضحه وهنا الدم غلي في عروقه وارتكب جريمته لكن طبعا الله أعلم مرة صحة هذا الكلام يعني الكلام ده ممكن يكون صحيح وممكن يكون خطأ لأنه هو في أثناء ارتكابه للجريمة لما كانت الناس يعني بتحاول أنها تمنع الجريمة دي من الحدوث كان بيقولهم ده اختصب والدتي وأختي يعني طبعا الله أعلم جايز يكون الكلام ده برضو مجرد كلام يعني بيقوله الله أعلم برضو أنا ما أقدرش لنا وأكد أو أنفي ولكن أنا بعرض الأمر على حضراتك وأنا زي زيكم في هذه القصة أنا مجرد أنا بعرض الأمر بس مش أكتر من كلا وبنفكر مع بعض يعني ممكن يكون ده برضو لأنه هو النهاردة هو هيواجه حبل المشناء وهيواجه طبعا عقوبة الإعلام ولكن طبعا هو إذا ممكن يكون بيقول هذا الكلام عشان خطر ينجي نفسه ممكن يكون بيقول هذا الكلام عشان خطر يعني 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 إلى حد ما يكتسب تعاطف الناس بشكل أو بآخر يكتسب تعاطف الناس بشكل أو بآخر أو مش تعاطفهم يعني أنه هو يحاول أنه يوجد سبب يوجد سبب يعني يعني قوي زي كده أنه هو يعني دفعه لارتكاب الجريمة أو هو أن الارتكاب الجريمة مش لأنه هو مجرم بطبعه ولكن لأنه هو فيه حاجة استفزته أو حاجة تتعلق به الشرف والكلام ده كله أو فضيحة كبيرة ممكن أن تتحقق له إذا المجنى عليه كان قال هذا الكلام للناس ممكن يكون بيعمل كده عشان خطر يعني يخفف من وطقة الفعل البشع لأن الجريمة اللي ارتكبها تفاصيلها بشعة بكل معاني الكلمة تفاصيل بشعة ومرعبة ومفزعة بكل معاني الكلمة ممكن يكون هو بيقول كده زي ما أنا بيقول لحضراتكم عشان خطر يعني يخلق رأي عام يعني مش مؤيد طبعا اللي هو عمله لأنه مش إنسان يؤيد اللي هو عمله أو إن إنسان يؤيد جريمة أو أي جريمة على الإطلاق أي إنسان طبعا طبيعي وسوي ضد أي ارتكاب أي شخص لأي جريمة طبعا لفاش كلام ولكن عشان يخفف شوية من ضغط الرأي العام عليه أو إنه هو يوجد سبب لارتكابه لهذه الجريمة أو إنه يخلي الناس يعني تتعاطف معاه شوية وتقول إنه هو يعني عمل كده يعني أو حتى ما يترحموش على اللي مات يعني الله أعلم برضو يعني ممكن يقولوا يعني إذا كان اللي مات كان بيعمل كده فما يحصلش حالة التعاطف اللي كانت موجودة معاه في البداية اللي الناس كانت شايفاه إنه هو ضحية وتم الإجهاز عليه أو تم إنهاء حياته بشكل بشع فطبعا ممكن يكون عبد الرحمن بيقول كده عشان زي ما قلت إنه هو يكتسب أو يكسب يعني حالة من تعاطف الرأي العام معاه وإنه ارتكب الجريمة لسبب بشع زي السبب اللي هو كان بيقول عليه ممكن يكون الكلام ده حقيقي ممكن ما يكونش حقيقي الموضوع يعني موضوع بين إيدينا جميعا يعني إلى أن يتم إثباته أو نفيه ولكن أنا قلت الحركة وده نص التحقيقات وده التحقيقات النيابة اللي تم إحالته للمحاكمة وزارة الحكم السالف ذكره اللي أنا قلت الحركة عليه هنشوف إن شاء الله بإذن الله الأيام الجاية هتحمل لنا إيه وإن شاء الله بإذن الله يوم تسعى خلاص قرب يعني 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 ممكن خلال يومين ولا حاجة إن شاء الله نشوف المحكمة تصدر حكمها عليه بإيه لكن هو طبعا ده لا ينفي إن جريمته جريمة بشعة بكل معنى كلمة حتى لو كانت فيه علاقة أثمة يعني الله أعلم يعني الأخ يعني اللي هو أحمد صديق في إدارة الحق مش عاوزين نتكلم أي كلام لو إذا كانت فعلا هذه العلاقة فهو أيضا مدام في هذه العلاقة وليس ضحية نتمنى إن شاء الله بإذن الله سلام الجميع ونتمنى إن المولى عز وجل يحفظنا جميعا من الشر وقهره أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر